بينما ينشغل سياسي العالم في التحذير لمؤتمر جينيف 2 الخاص بالأزمة السورية ينشغل الداخل السوري بمعارك عنيفة على عدة جبهات أبرزها جبهة الغوطة الشرقية بريف دمشق واحدة من أهم ساحات الحرب وأكثرها استراتيجية بلدات الغوطة الشرقية عادت لتتصدر واجهة الأحداث الميدانية والتغطية الإعلامية المتعلقة بها بعد نجاح الجيش في صد هجوم كبير للمجموعات المسلحة يرى محللون أنه تم بدعم من جيش الكيانة الصهيونية أجمع محللون عسكريون أن المعارك التي بدأت الجمعة الماضية بهجوم مفاجئ على المواقع المتقدمة للجيش السوري في أقصى الغوطة الشرقية قد تتحول إلى المناسبة الأولى التي يشارك فيها الإسرائيليون بفاعلية في الحرب السورية إلى جانب أحد الطرفين وبحسب المحللين فقد قدم الإسرائيليون خرائط وصورا استطلاعية لمواقع الجيش السوري إلى نواة القوة المهاجمة التي انطلقت من الأردن لكن الإسهام الإسرائيلي الكبير في معركة الغوطة الشرقية كان ركيزة الهجوم كله وبحسب معلومات أمنية فقد نجح الإسرائيليون قبل انطلاق الموجة الأولى من الهجوم بتعطيل منظومة الاتصالات للفقة الرابعة والحرس الجمهوري ونجحوا بتشويش الاتصالات اللاسلكية بين المجموعات السورية وحلفائها على خط الدفاع الأول الذي جرى خرقه بسرعة وأدى إلى سقوط سبع كرة ومزارع في منطقة المرج لكن التعزيزات التي سرعان ما وصلت إلى منطقة المرج ساعدت الجيش على استعادة أكثر المقار والحواجز والمواقع التي فقدت وأعادت تنظيم خطوط الدفاع المتوازية وأعادت الاتصال بالمجموعات التي فقدت لم يغير الدخول الإسرائيلي في القتال ولو إلكترونيا شيئا في سير المعارك لكنه يؤشر إلى دخول الصراع مرحلة حرجة تؤشر إلى إسرار بعض الأطراف الإقليمية على الذهاب بعيدا في خيارهم محاولة تعطيل الخرائط العسكرية ومنع التسوية السياسية مهما كلف الثمن وحتى لو اقتضى الأمر الاستعان بالخبرات الإسرائيلية إذ اتصابق بعض الأطراف المعاردة المؤيدة إقليميا الزمن للاستفادة من المهلة التي لا تزال مفتوحة حتى موع جنيف 2 في 22 يناير المقبل لتعديل ميزان القوى العسكرية الذي لا تزال كفته ترجح لمصلحة النظام سياسيا تضغط موسكو لدفع المعاردة السورية لزيارتها إذ قال النائب وزير الخارجية الروسي مخايل بغدانوف إن من مصلحة المعاردة السورية بما فيها الائتلاف الوطني السوري المعارد كما قال الحضور إلى موسكو بأسرع ما يمكن وأشار بغدانوف إلى أن ممثلي المعاردة سيزورون العاصمة الروسية قبل اللقاء التشاوري الأمريكي الروسي مع المبعوث الدولي العربي الأغضر الإبراهيمي في جنيف في العشرين من الشهر الجاري وبشأن جنيف أيضا قالت المتحدثة الإعلامية باسم الموفد الأممي إلى سوريا الأغضر الإبراهيمي خول مطر إن على المشاركين في مؤتمر جنيف 2 سواء كانوا من النظام أو من المعارضة أن يأتوا إلى المؤتمر من دون شروط مسبقة وأن يضعوا ما لديهم من هواجس على طاولة التفاوض في جنيف